بما أني كنت علمي طبعا فأنا عارف أنه الزلزال دا بيبقى تحرك في الألواح التكتونية طبعا بس أيوة يعني لتصحيح المعروف هي الألواح التكتونية في حالة حرقة دائمة حلو زي ما حالتك تسمع يقولك أنه قارة أفريقيا بتقرب من قارة أوروبا أيوة فالزلازل بتحصل على الحدود التقاء الكارات عظيم الحدود دي بيبقى لها ثلاث أنواع إما حدود تباعدية زي ما بيحصل مثلا بين صفيحة العربية في الشرق والصفيحة الأفريقية في الغرب فيبتدي يحصل عملية التساعة للبحر الأحمر فدي اسمها حدود تباعدية يعني البحر الأحمر بيتسع بيتسع يعني كنا ناخد زمان أنه البحر الأحمر هو كان نتيجة زلزال كبير كل الستركشورز الجيولوجية اللي موجودة على مستوى العالم هي نتيجة معظمها بيحصل نتيجة زلازل لأنها زلازل هي بتعمل الإنرجي وتعمل الفوالي وتعمل تصدعات في الكشر الأرضي ماشي طيب فيحصل تصدعات تؤدي إلى اتساع الفوارق زي اللي حصل مثلا في البحر الأحمر تمام كميل فان النوع الثاني من الحدود اللي بين القرات أو الحدود اللي بين القرات فيه حدود تصادمية تمام وده على سبيل المثال زي ما بيحصل مثلا بين إيران و شبه الجزيرة العربية بيحصل تصادم فبتعمل تصادم ده بقى كله مفيش صفيحة من الاتنين في نتيجة فرق الكسفات تقدر تغوص تحت واحدة زي ما فبتدي بيحصل تصادم وبتعمل الحركات البانية للجبال فتلاقي الأماكن دي فيها جبال عالي زي اللي وجود ده في إيران الوضع الثالث إن يحصل حدود تصادمية لكن في الحالة دي نتيجة الاختلاف الكسفات تبتدي أحد صفحتين تغوص تحت صفيحة الأخرى وبالتالي ده اسمها حدود بيسمها Subduction Zone أو غطس تمام ودي زي اللي بيحصل بزبط ما بين قرية أفريقيا وقرية أوروبا فنلاقي إن قرية أفريقيا بتقرب من قرية أوروبا فبيحصل حدود أو Subduction Zone حدود التصادم دي لكن في الحالة دي التصادم ما بيكونش فوق سطح الأرض التصادم بيبقى فيه صفيحة بضغوص تحت التاني فده بيعمل بأنواع الزلازل القوية فالزلازل القوية الزلازل القوية الزلازل القوية بتحصل على الحدود بين الصفائح التكتونية فعشان كده لما بنيجي نقرأ يقولي والله ده مركز الزلزال مش عارف في أبرس لا ده مش عارف عند ملطة لا ده في تركيا ده بسبب كده ان ده منطقة زلازل ده اللي بنسميه حزام الزلازل وبالتالي الحدود اللي بيحصل عليها الزلازل عند القوية القرارات دي بعضيها أو صفائح التكتونية بعضيها ده بيكون ما يسمى بأعزمة الزلازل طيب برضو من اللي احنا قدر استطاعتنا نقرأ من تقارير صحفية من محاولات قراءات أكثر اتساع عن قدر الإمكان عارفين خلاص انه بيبقى فيه مراكز للاستشعار بيبقى عارفين انه حضراتكم بتقدروا تحددوا انه ممكن في الفترة دي يحصل زلزال ولو حصل من المحتمل انه يتبقى قوته كذا الى آخره ويمكن احنا مؤخرا عارفنا انه كان فيه باحث هولندي تنبأ بهذا الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا وحدد تقريبا القوة بتاعته على مقياس ريختر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر